بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أقول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات من الآية الثالثة والثمانين وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين وإن من شيعته لإبراهيم يعني من شيعة نوح عليه السلام فإن الحديث السابق في الآيات كانت عن نوح عليه السلام حيث قال الله تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم ولا شك أن الزمن الذي بين نوح عليه السلام وبين أبينا إبراهيم عليه السلام زمن طويل فمعنى من شيعته يعني من الذين على ملته الذين على ملة نوح عليه السلام ومن يسير على منهجه فهو إبراهيم عليه السلام وذلك لأن الأنبياء دينهم واحد فهم جميعا يدعون إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى وإفراج الله بالعبادة فهم شيعة لبعض ودينهم واحد كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصل دينهم واحد وإن اختلفوا في شيء من الأحكام كأن يكون بعضهم يأتي بتحريم شيء ثم ينسخ ويحل هذا الشيء أو يأتي بتحليل شيء ثم ينسخ ويؤت بتحريمه لكن أصل الدين وأصول الأخلاق ونحو ذلك فإنهم كلهم على منهاج واحد وطريقة واحدة في عبادة الله عز وجل ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبد الله واجتنب الطاغوت فكل الرسل اتفقوا على هذه القضية وهي الأمر بعبادة الله عز وجل والتحذير من الشرك ولهذا قال ومن شيعته لإبراهيم وإبراهيم بعثه الله عز وجل لأهل العراق ومن حولها ولهذا كان له مواقف بشهودة مواقف عظيمة موقف مع النمرود المتكبر المتغطرس الذي زعم أنه يحيي ويميت وموقف في تحطيمه لأصنامهم جميعا حيث بيّن لهم أنها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها شيئا ولهذا قال وإن من شيعته لإبراهيم يعني كما أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وصبر عليهم ثم نصره الله تبارك وتعالى عليهم فكذلك إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم وهذه شهادة من الله عز وجل بسلامة قلب إبراهيم سلامته من الشرك سلامته من الشك فقلبه في غاية الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهذا الذي جعله يستهين بالصعاب في ذات الله تبارك وتعالى وقال بعض المفسرين ليس بلعان يعني أن قلبه سليم من الشرك أي ليس فيه شرك وليس فيه شك وليس بلعان لأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذي فهو أعطاه الله قلبا سليما وكل الأنبياء قلوبهم سليما من الشرك ومن الشك لكن الله عز وجل يفضل بعض النبيين على بعض ويفضل بعض الرسل على بعض فهم درجات عظيمة وإبراهيم عليه السلام من أولي العزم ولرسولنا صلى الله عليه وسلم به علاقة خاصة فهو أبوه لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل وإسماعيل هو ابن إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين وذلك لأن قومه كانوا يعبدون الأصنام والأصنام هي صور منحوتة على شكل من يعظمون إذا كانوا يعظمون وليا أو نبيا أو شمسا أو قمرا فإنهم ينحتون صورة من الصور على هذا الشكل ويتوجهون إليها بالعبادة لأن أهل الشرك يتخذون رمزا ويظنون أن هذا الرمز تنزل فيه روحانية متعلقة بذات الولي الذي يعبدونه أو بذات الملك أو بالشمس أو نحو ذلك فهذا يعني يتوارثه المشركون بعضهم عن بعض ولهذا أخبر بعض المشركين الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا في مكان بعيد عن الأوثان في سفر أو أحدهم عند غنمه أو نحو ذلك فإنهم يختارون من الوادي أربع أحجار فثلاثة منها يجعلها هذا الشخص المشرك أثافي لقدره بمعنى أنه يطبخ عليها طعامه ويضع القدر على هذه الأثافي وأما الذي يراه أفضل الأحجار فإنه يتوجه إليه بالعبادة فمعنى ذلك أنه جعله رمزا تنزل فيها الروحانية ولهذا يتقدم له ويحلب عليه من شاته ويضع عليه من طعامه فعبادة الجاهلية والمشركين أكثرها متشابهة فهم يتوجهون إلى رموز يتوجهون إليها ويظنون أن هذه الرموز فيها روحانية للمعبودين وأن هذه الروحانية تشفع لهم عند الله وأنها تقربهم عند الله وأنها تتوسط لهم عند الله ثم يتوجهون لها بهذه العبادة حتى ترضى عنهم لأنها ليس من المعقول في ظنهم أنها تتوسط للخلق جميعا وإنما تتوسط لمن تقدم لها بالمحبة والتعظيم والذبح والنذر والطواف والتمس البركة منها فعندهم أنها تتوسط له فهكذا قوم إبراهيم كان عندهم مجموعة من الأصنام قيل سبعين صنما وقيل ثمانين عندهم صنم كبير أكبر الأصنام ثم فيه أصنام أخر مرصوصة بجواره ولهذا لما سلم الله قلبه وفتح عليه وعرف الحق بدأ بدعوة أبيه وقومه أقرب الناس إليه وقال له إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أنتم تعبدون من أئفكا آلهة دون الله تريدون يعني تتخذون آلهة كذب وزور لأن الله ليس معه آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته لو كان في الكون لو فيه إلهان لفسد الكون لأن القلب لا يتوزع يعني تحب الله عز وجل محبة تعظيمية وتحب آخر توزع القلب تخاف الله خوفا عبادي وتخاف غير التوزع القلب تتقدم والله عز وجل لا بد أن يكون القلب قلب العبد مرتبط بالله وحده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فكما أنه لا يمكن أن يكون فيه ربان على الحقيقة لأن الرب هو الذي لا يرد أمره وهو الذي أمره مطاع فلو كان معه رب آخر فإما أن يكون نسخة طبق الأصل منه بحيث أنه إذا أراد هذا شيء هو يريده وهذا لا يمكن ألبتا وإما أن يكون عنده إرادة وعنده قدرة فإذا تعارضا فالغالب منهم هو الرب فلذلك كما أنه لا يمكن عقلا أن يوجد ربان فإنه لا يمكن عقلا أن يوجد إلهان معبودان على الحقيقة لأن القلب يتوزع وهذا هو الشرك ولهذا سماها إفك فقال أفكا آلهة دون الله تريدون يعني تتقدمون لها بالعبادة فما ظنكم برب العالمين وهذا يدل على أنهم يعتربون بربوبية عليا لرب العالمين وأن هذه من دونه يعني شافعة وواسطة إليه لأنهم ما يقولون أنه هي رب العالمين ولهذا قال فما ظنكم برب العالمين يعني كيف تظنون به أن يفعل بكم وأنتم تتوجهون إلى غيره بالعبادة وهو رب العالمين فبين لهم الدعوة إلى الحق على أكمل صورة وفي أوضح عبارة فلم يستجيبوا له ولم يلتفتوا إليه فتهددهم وبين لهم أن هذه الأصنام التي لا قيمة لها سوف يفعل بها ويفعل لكنه تحين فرصة محددة وهو أنه فيه يوم عيد لأولئك القوم يذهبون إليه يخرجون من البلد إلى ذلك المكان الذي فيه عيدهم وأنهم يأتون بطعامهم ويضعونه عند هذه الأصنام بزعمهم أن هذه الأصنام تبارك لهم فيه يعني تنزل البركة بسبب وجود الطعام عند الأصنام في هذا الطعام فإذا انتهوا من عيدهم فإنهم يأتون ويأخذون هذا الطعام المبارك بزعمهم ويستفيدون من هذه البركة التي وقعت فيه وهذا يعطينا دلالة على أن من التمس البركة من غير الله عز وجل من مخلوق فقد عمل عملا مثل عمل قوم إبراهيم لأن البركة من الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله عز وجل ولا تلتمس من شيء إلا ما وضعها الله فيه يعني إذا وضع الله البركة في شيء مثل المساجد فإنها بقعة مباركة لكن من الذي وضع فيها البركة ولهذا لو توجه شخص إلى بقعة أخرى غير المساجد وطلب منها البركة فهذا شرك في العبادة لو توجه إلى صخرة من الصخور وطلب منها البركة أو التمس أن يكون لها بركة ترجع عليه لأنه طلب البركة من غير الله عز وجل لكن إذا وضع الله البركة في شيء مثل وضع البركة في زمزم أو وضع البركة في المساجد أو وضع البركة في شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا طلب هذه البركة ليس طلب من غير الله عز وجل وإنما من الله ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته انتهى الماء من الجيش كله فقالوا ليس فيه ماء فقال أعطوني ولو شيء قليل مما بقي من الماء فأعطوه شيء قليل فوضعه في الركية وهذه الركية هي حوض كبير يصنع من جلود الإبل يعني مثل الحوض الكبير تسقى فيها الإبل ويغرف منه ثم تمضمض الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الماء القليل ومجه في هذه الركية ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه فدع الله عز وجل فذار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كالأنهار يجري يجري الماء حتى امتلأت الركية فقال هلم إلى الطهور المبارك والبركة من الله يعني لا تظنون أنني أنا الخالق لهذا الماء وإن ما هو من الله عز وجل هو الذي أمر به هلم إلى الطهور المبارك لكنه مبارك لأنه بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه لامس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وجسد الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك لكن نبههم للقضية الأصل وقال والبركة من الله فهؤلاء قوم إبراهيم كانوا يضعون طعامهم عند هذه الأصنام وقالوا لإبراهيم تخرج معنا إلى العيد فأراد أن يأتي بعذر يتخلص منهم حتى يختلي بهذه الأصنام ويكسرها لوحده فنظر نظر في النجوم كما قال الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فقال نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ولماذا نظر في النجوم قالوا إن الغالب على عبادة أولئك الأقوام أنهم يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس والقمر وكأنهم يظنون أنها هي التي تنفع وتضر وإبراهيم عليه السلام لم يقل أن مرضي عرفته من الكواكب لم يتلفظ بالشرك وحاشاه وقلبه قلب سليم وإنما من باب المعاريض أوهمهم أنه سوف يأتيه مرض أوهمهم أنه سوف يأتيه مرض وهو لم يكذب كذب صريح وإن ما هي معاريض من المعاريض في القول وهذه المعاريض تسمى في اللغة كذبة ولهذا جاء الحديث أنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله عز وجل لكن هي في حقيقة الأمر معاريض وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فإن المسلم إذا اضطر إلى المعاريض فله أن يفعل ذلك ولهذا في الزمن المأمون لما عمل اختبار للناس المأمون أحد الخلفاء العباسيين كان عنده مفتي من أهل البدع صاحب ظلال وظن أن القرآن مخلوق ولهذا صار يكره الناس على القول بأن القرآن مخلوق فمن رفض هذا الاختبار فإنه يعذبه كما عذب الإمام أحمد وغير من العلماء ومن أجابه إذا إلى ما يريد فإنه يطلق سراحة ولهذا لما جاء بمجموعة من العلماء رأوا أنهم يخرجون من التعذيب بهذه المعارض فكان أحدهم يأتي أمامه ويقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة هذه الأربعة لشرفين للأصابيع لأنه حسب أربعة قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة وهو يشير إلى أصابعه وهذا من المعارض صحيحا فيها نوع من التلبيس على الناس الذين يحضرون لأنهم يظنون أنهم قالوا بخلق القرآن ولهذا لم يستجز الإمام أحمد أن يقول هذا القول لأن فيه عزائم وفيه رخص فمن أراد أن يأتي بالعزائم من أراد أن يأتي بالعزائم فإنه يكون صريحا ويوضح الحق ومن عجز أن يأتي بالعزائم فإن له لمن دوح في المعارض ولا شك أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يأتي بأقوى ما يوضح الأمر ولهذا جاء بالمعارض في المقدمة لكن ما فعله بعد ذلك يعني شيء عظيم فإنه قال إني سقيم فتركوه فلما تركوه أخذ الفاس وذهب إلى هذه الأصنام والطعام عندها الذي زعموا أنها تبارك فيه ولهذا قال لهم ألا تأكلون وهو يعلم أنها لا تأكل لكن يعني يبين أنها يعني الذين يعبدون ما عندهم تفكير هي لا تأكل أصلا لا تأكل ولا تشرب هم يعرفون هذا أحيانا الشياطين تأتي وتزحب الطعام التي عندها وهم يعلمون أنها لم تأكل لكن يقولون قبل فرضعته الملائكة هكذا يظنون فكسرها جميعا كسر هذه الأصنام حطمها تحطيما ثم علق الفاس في رقبة الصنم الكبير فلما رجعوا فرأوا أمرا عجيبا الأصنام كلها مكسرة الآلهة مكسرة ما فيه إلا الكبير والفاس في رقبته وهو أراد أن يبين لهم عجز هذه الأصنام في الدفاع عن نفسها فكيف تدافع عن غيرها وأي عاقل فإنه يستدل على بطلان عبادتها بهذا العجز التي هي فيه ولهذا وجد أحد الصحابة قبل أن يدخل في الإسلام يعني بمثل هذا الأمر عرف الصواب والحق فإن الناس كان فيه صنم يهدون له من أطيب أنواع التمر والناس في مجاعة وهو فقير وجائع لكن ما يستطيع أن يتجرى على ما قدم للرب فجلس يرقبه حارس عنده يحرسون الرب واحد يذهب عمركم رأيته رب يحرس فيحرسون الرب هذا الذي يريدون ويدفع عنهم يحتاج إلى من يحرسه فنظر إليه فجاء الثعلب وأكل التمر الذي عند الصنم وبعد أن شبع الثعلب فشخ على رأس الصنم وبال عليه وهذا ينظر إليه فلما رآه في هذه المذلة قال هذا لا يمكن أن يكون رب أبدا على أقل شيء لا يخل الثعلب يبول على رأسه ولهذا قال قصيدة مشهورة أرب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب فهداه الله للإيمان وأسلم ودخل في الإيمان فهنا أراد أن يبين لهم إبراهيم عليه السلام وهم قد سمعوا أنه كان يتهددهم من يجر على هذا قالوا ما في إلا الفتى الذي كان يذكرهم بسوء فجاءوا به وسألوا أنت فعلت هذا بآلهتنا هل تسألون أنا اسألوا الكبير هذا الكبير معه الفاس يعني تأكدوا لا يكون هو فعل بهم لكن هم يعرفون أنه ما يفعل شيء هم يعرفون أنه لا يفعل شيء البت لكن أهل الباطل ليس تقنعهم الحجج أهل الباطل أهل لجاجة أهل الباطل ينتصرون بالقوة إن كان لهم قوة أما حج ونقاش وهذا فهذا لا ينفع معهم فأرادوا نصر آلهتهم لأنه قد سر الخبر في جميع المدينة أن الأصنام كسرت وأن من كسرها يقول الكبير هو الذي فعل ذلك وأن وأن وأنه يقول إذا كانت لا تأكل ولا تشرب ولا تدفع النفس فلماذا تعبدونه انظروا بهذه الطريقة نشر الدعوة إلى كل بيت حتى النساء في بيوتهن فإنهم سوف يسمعون بهذه الحادثة العظيمة ويسمعون الحج التي قالها فكل شخص عرف عجز هذه الأصنام وأنها لا تدفع عن نفس شيء وهذا أبلغ دعوة للتوحيد بهذا الأسلوب ولهذا أرادوا أن ينصر آلهتهم فقالوا يحتاج إلى بنيان طويل حتى يرون الناس هذا الرجل لما يجمعون الجموع ويشعلون النار يرفعونه على هذا البنيان حتى يراه الناس جميعا ثم يرمى به في النار التي أشعلوه فأنقذه الله تبارك وتعالى من النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولهذا كان أبوه يقول يا إبراهيم أما الرب فنعم الرب ربك يعني ربك هذا جيد أنقذك من الحريق طيب ليه ما تعبده الله والعياذ بالله صرفه عن الحق ما دام أنك ترى أنه أنقذه من النار وأنتم ترون العجيب أنه لم يسلم معه أحد منه وهذا وهذا يدل على أن الشرك أحيان إذا تمكن ما أسلم معه إلا لما هاجر معه للوت ابن أخي وزوجته فقط مع قوة البرهان وقوة الحجة إلى غير ذلك ولسائل أن يسأل ويقول لماذا لم يسلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المسلك وهو على ملة إبراهيم والله عز وجل يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه فلماذا ما أخذ فاس وحطم الأصنام في أول وهذا المراد ملة إبراهيم هي الدعوة إلى التوحيد ونبذى الشرك أما الوسائل إلى تبليغ التوحيد فلا شك أنه لم يوحله بذلك فهذه وسيلة إلى أبلاغ التوحيد فإنه لو أوحي بله بذلك لفعل لكنه لم يوحى له بذلك لأمر أراده الله تبارك وتعالى فإبراهيم أذن له في ذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يوحى له في ذلك وإنما ترك الأصنام ودع إلى الله والأصنام في مكانها في الكعبة ثلاثمائة وستين صنم لأنه لم يتمكن بعد ولم يحكم البلد ولم يكن له قوة فإن الصحابة قد اضطهدوا بل الرسول صلى الله عليه وسلم ناله من الأذى ما تعلمون حُصر في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وأوذي بإذاء كثير ومع ذلك لم يتعرض هو وأحد من صحابته لهذه الأصنام لأنهم ليس لهم تمكن لكن لو أحد اجتهد في أمر يتعلق بالأصنام فإنه له أن يقدر الحالة التي وفيها ولهذا رأينا بعض شباب الأنصار كان لعمر بن الجموح قبل أن يسلم كان له صنم لأن العرب ليس الأصنام الكبيرة بل بعض يأخذ صنم صغير ويضعه في بيته فكان له صنم يعظمه وهؤلاء الشباب دخلوا في الإسلام لكنهم أتوا بحيلة حتى يبين له أن هذا الصنم لا خير فيه فذهبوا إلى صنمه ثم أخذوه في الليل ورموه في مكان بعيد مع قاذورات فلما أصبح ما وجد الصنم فصار يسأل عنه ما حد شاف ربي الرب هذا الذي يعبده ربي بمعنى معبودي لأنهم يسمونه رب يسمون المعبود رب فيقول ما أحد منكم رأى ربي ما فيه ولا يقصد رب العالمين يعرفون رب العالمين لكن الذي أعبده ولهذا هذه الأرباب سماها يوسف عليه السلام أرباب قال أرباب متفرقون ففيه أرباب يعني هذه التي تسمى أرباب لأنه يعطيها ما يعطي الرب فيقول ما أحد رأى ربك قال والله رأينا في حفرة فيها قذارة هناك فجاء به ثم وإذا هو في حاله كئيب جدا فغسله ونظفه وطيبه وأعاده مكانه في الليلة الثانية أخذوه ورموه في مكان أسوى من هذا وهو لا يعلم من الذي تسلط على معبوده فبحث عن فجاء به لكن تحركت عنده الفطرة هل حين هذا الصنم ما هو نافع نفسي بينفعني أنا ولهذا فعل فعل تدل على أن قلبه توعى فجاء إليه وطيبه ونظفه وقال له لو كنت أعلم من الذي يفعل بك ذلك يعني لنت صرت لك وعلق السيف عليه لكن قال أنت الآن انتصف لنفسك لا يلعبون بك كذا وهذا أول الشك في قدرته وضع السيف في رقبة هذا الصنم وقال يلا دافع عن نفسك لأنه تعب من الجري وراه وعرف أنه ما في خير وتحركت عنده الفطرة فخلوه فخلوه حتى نام فجاء وأخذوه بسيفه ورموه في بير ترمى فيها القاذورات أسوأ من الأمكن السابقة فلما رموه فيها وأصبح أين المعبود فذهب عنه فإذا هو في بير مشهورة بالقذارة ما عاد يدخل فيها أصلا ولهذا قال فيه قصيدة مشهورة فشرح الله صدره أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر فلما رأوه يرقبون من بعيد فلما رأوه يعني تركه وزهد فيه وقال فيه شعر ذنب قال فيه قالوا يأفوا لأن اتق الله أما تسمع لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لا تنفع ولا تضر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا تكسير الأصنام وتكسير الأوثان هذا مرتبط بالمصرح الشرعي في حال تمكن المسلمين فيجب عليهم إزالة كل ما يعبد من دون الله عز وجل من حجر وشجر يجب عليهم إزالته ولهذا لما جاء الرسول وفتح مكة كسر جميع الأصنام وأرسل الصحابة بسرايا يبحثون عن كل وثن ويكسرونه فإذا كان المسلمون في حال تمكن وقوة فإنهم يجب عليهم إزالة معابد الجاهلية والقضاء عليها وإن كانوا بحال ضعف وتكسيرها يجر عليهم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل مصائب كثيرة لا يتحملونها فإن لهم مندوحة في ترك هذا الأمر وإبلاغ الناس بالتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل حتى يتمكنون من ذلك ولهذا لكن الذي يكسرها لا مثل ما حصل لا يقال له إن هذا أتى منكرا وفعل كذا ونحن وإهام الناس أننا نحافظ على الأصنام وندرجها مع التراث فإن الزمن المعاصر عندهم شيء اسمه التراث الحضاري والتراث الحضاري هذا يكون فيه أصنام أصنام معبودة من دون الله عز وجل يسمونه تراث حضاري وله نظام عالمي له نظام عالمي لتقديس هذا التراث الحضاري وعقوبته مشد يعني شديدة شد من عقوبة قتل الأنفس له عقوبة شديدة فلهذا إذا جاء مسلم واجتهد وأخطى وكسر صنم فتجد بعض الجهل يقول لا نحن نحترم التراث الحضاري وهذا ما أخذ للحكم ما أخذ باطل تماما ما نحن نلومه إذا جر فتنة على المسلمين إذا جر فهو فعل مباح لكن هذا المباح جر عليه فتنة لكن أنهم العالم الكافر المعاصر على أن الأصنام لا يتعرض لها المسلمون وأنهم يقدسونه لأنه من التراث الحضاري فهذا من أبطل الباطل لأن هذه معبودة من دون الله عز وجل ويتعلق بها من يعبدها من دون الله عز وجل وإذا استطاع المسلمون إزالتها فيجب عليهم أن يزيلوا معابد وأوثان الجاهلية فهنا إبراهيم عليه السلام بدأ بالبداية وكسر الأصنام ومحمد صلى الله عليه وسلم أخر هذا الأمر وهذا نبي وهذا نبي الدعوة واحدة الأساليب يجتهدون فيها بحسب ما يدلهم الله تبارك وتعالى عليه بحسب ما يدلهم الله تبارك وتعالى عليه فيسيرون عليه ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع إبراهيم على ملة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم كما يدعو المسلم دائما أصبحت أو أمسيت على فطرة الإسلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم المراد ملة أبينا إبراهيم هي إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك ونحن متعبدون بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى الوسائل يعني بعض الوسائل هي اجتهادية في بلاغ الدعوة ولهذا قد يستجد وسيلة غير وسيلة في زمن فتستخدم هذه الوسيلة فهذه الوسيلة ينظر إذا كانت على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستخدمها فدل على أن لو كانت وسيلة صحيحة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن على زمنه وجاءت فينظر في استخدام هذه الوسيلة مثال ذلك ما يتعلق بالرادو أو الانترنت أو نحو ذلك فهذه ما كانت على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه فيها شبه من الوسائل التي تركب يعني الطائرة والقطار ونحو ذلك فأنت تنظر فيما تؤدي إليه ما لم يكن يلزم منها محظور أو يكون فيها نهي فإن كان فيها نهي أو يلزم منها محظور فلا ولهذا بعض الوسائل محرمة يعني بعض الوسائل محرمة لأنها في زمن الرسول عليه وسلم ولم يستخدمها مثال ذلك يعني سرقت أموال الكفار يعني يقول شخص هذه أموال الكفار أسرق الأموال واستعينوا بها في الدعوة إلى الله عز وجل وهم كفار هذه لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يستطيعون أن يأخذوا أموال الكفار ولم يأخذوها إلا بعد أن شرع الجهاد وصارت الحروب مبأم لأن لا ينسى إلى المسلمين أنهم لصوص وأنهم سراق فكما لا يجوز له أن يعامل الكفار بالربا طيب يقول هؤلاء كفار وأموالهم حلال نقول ما هي مسألة اجتهاد المسألة أنك تخلص دعوتك لله عز وجل فلا تظهر عندهم زاني ولا تظهر عندهم سارق ولا تظهر عندهم يعني بطريقة غير الطريقة التي تدعوهم إليها فإن لو التبس الأمر بهذا بهذه الوسيلة لقالوا الناس هذا ما عنده دين هذا قصد يسرق أموالنا وهذا فيه تشويش عليه فيه تشويش على أسر الدعوة أنت تدعوم إلى التوحيد الخالص ويقولوا هذا ما عنده هذا قصد يسرق أموالنا فيسمونه السارق لكن إذا كانت صفحته بيضاء ناصعة مثل ما يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمونه الصادق الأمين ما كان يكذب عليهم ما جربوا عليه كذب ما جربوا عليه سرقة يعني من أنظف الناس سيرة فلذلك الوسائل التي تؤثر على أسر الدين فهذه لا يلتفت إليه يعني التي تجعل الناس يشكون في الشخص وفي سلامة منهجه وفي سلامة طريقة فهذا لا يلتفت عليه وإنما يكون نموذجا صالحا لدعوته أما هذا معنى الوسائل الاجتهادية ليس معنى الوسائل الاجتهادية أنها وهي عبادة ليس فيها اتباع لا فيها اتباع بضوابطه يعني فيها اتباع بالضوابط الشرعية وينظر هل هذه الوسيلة مما استجد أم كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دخل سؤال يقول ما حكم التجارة بالآثار إذا كان الأصنام ما هذا لا يجوز قطعا يعني إذا كان واحد مسوي الأصنام يبيع على الناس فهذا لا يجوز عندك قاعدة محددة إن الله إذا حرم شي حرم ثمنه إذا حرم عليك شي حرم المخدرات ثمنها حرام حرم الصورة المجسمة ثمنها حرام حرم الدخان ثمنه حرام كل شي حرم الكذب ثمنه حرام واحد يقول اكذب لي يعني بعض الذين يكونون مندوبين للأخبار ونحو ذلك في وسائل الإعلام يقولوا اكذب لي كل ما صارت الكذب كبير كل ما أعطاه حرام لأن الشيء المحرم ثمنه حرام قاعدة عنده شيء حرام فثمنه حرام لا تدخل فيه ألفت الشاد في الأمر أن إبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام واتضح للناس جميعا أن عبادتها باطلة ومع هذا لم يسلموا ولذلك لا يظن أحد أن الناس إذا لم يتبعوا ما يدعو إليه لا يظن أن في دعوته خلل أو أن الأمر ما اتضح للناس ما كل الناس إذا اتضح لهم الأمر ينقادوا له كثير من الناس يعرفون الحق لكن فيه مصالح تحول بينهم وبين اتباع الحق يعني فيه مصالح يريد أن يجنيها الشخص تحول بينه وبين اتباع الحق وفيه مخاوف تحول بينه وبين اتباع الحق يكون عنده مخاوف سواء كانت حقيقية أو وهم عنده مخاوف تحول بينه وبين اتباع الحق وانظروا إلى قصة وفد نجران من النصارى الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحاورونه ويناقشونه ليعرفون ما عنده فلما اتضح لهم أنه نبي ما استطاعوا يتبعونه ما استطاعوا أن يتبعوه لماذا لأن لهم مصالح أو شيء أو أنهم مخاوف ولهذا لما دعاهم إلى المباهلة رفضوا لأنهم يعلمون أنه صادق وأنهم لو باهلوا لا أصابهم ما تباهلوا عليه لكنهم رفضوا ذلك وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن هذا رسول صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق لكن حالة بينهم وبينه حوائل وهذه من أعظم الأدلة أو من أكبر الأدلة التي يستخدم التي يستدل بها العلماء على أن الكفر ليس بمجرد الجحد والتكذيب الإنسان قد يعرف الحق لكن الكفر عدم الإذعان له إذا لم تذعن للحق ولو عرفته في الباطن ما ينفعك هذه المعرفة لا تنفعك لأن الدين استسلام وإذعان فإن استسلمت لله وإلا هؤلاء عرفوا وكثير من اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكن ما حصل الإذعان ما حصل على استسلام فليس الكفر هو التكذيب فقط وإنما الاستكبار أيضا وعدم الإذعان والجحود ونحو ذلك فهذه كلها تحول بين الإنسان وبين قبول الحق فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مدبئين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين وضربا باليمين يعني هذا في دلال على أنه يعني أراد تكسيرهم والضرب يكونوا باليمين غالبا حتى يحطمها تحطيما فأقبلوا بعد رجعوا من العيد أقبلوا إليه يزفون يزفون يعني مسرعين يزفون يعني مسرعين إلى هذا الذي فعل قال أتعبدون ما تنحتون أتعبدون ما تنحتون يعني أنتم تتقدمون وتعظمون وتقدسون هذه وأنتم الذين صنعتموها ولهذا قبل أن يصنعوها على هذه الصورة هي كانت مجرد خشبة في الوادي خشب وهم الذين جاءوا به ونحتوا فتحول لما جعلوه على صورة المعبود تحول عندهم إلى معبود فهو يقول هذا أنتم نحتموه يعني أنت أكبر من ربك أكبر من معبودك لأن معبودك هذا أتيت به الآن مثل حالة الجاهل اللي ذكرت لكم قبل قليل الحجر كان في الوادي عادي يعني الحجر في الوادي ما كان معبودا فلما حلب عليه وتوجه إليه صار عنده معبودا فأنت أكبر من معبودك هذا الذي تعبده فكيف تعبد شيء وأنت أكبر منه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون يعني الله خلقكم أنتم وخلق عملكم هذا فكما أنكم مخاليق فهذا مخلوق ومن المعلوم أن المخلوق لا يصرح للعبادة مدام أنه مخلوق فإنه سوف يفنى والمعبود لا يفنى ومدام أنه مخلوق فهو محتاج والمعبود ليس بمحتاج ومدام أنه مخلوق فهو عاجز والمعبود ليس بي عاجز المعبود الحق ولهذا كل ما هو مخلوق لا يصلح للعبادة حتى وإن اعتلى شأنه حتى وإن كان من الملائكة ولا من الأنبياء أو نحو ذلك فإنه لا يصلح أن تعبده ألبت والله خلقكم وما تعملون وأخذ بعض العلماء من هذا رد على المعتزلة فإن المعتزلة والقدرية يقولون العبد يخلق فعله العبد يخلق فعله وهي بدعة انتشرت في الأمة الإسلامية من قديم ولهذا رد عليهم الإمام البخاري عليه رحمة الله بكتاب سماه خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد يعني أن أفعال العباد مخلوقة وليس هم الذين يخلقون أفعالهم ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة لأن المجوس يعبدون خالقين فمن نسب الأعمال إلى خالق غير الله فكأنهم شابه المجوس وهذه الآية من أصرح الآيات الدالة على أن الله يخلق كل صانع وصنعت صحيح الإنسان سبب في هذا العمل لكن الذي يخلق حقيقة هو الله ولهذا يسمى الإنسان فاعل لأنه سبب لكن من الذي أقدره من الذي أعطاه هذه الإرادة والتوجه لهذا الفعل من الذي أعطاه القوة هو الله سبحانه وتعالى فيبقى أنه فاعل والله خالق يقال العبد فاعل والله خالق المعتزل يقولون الله خالق والعبد خالق بس الله خالق كل شيء والعبد خالق لفعله وأما الجبرية فيقولون فيقولون العبد مجبور على فعله فيقولون العبد فاعل والله فاعل بحثتم الفرق بين فاعل وخالق إذا قلت إن الله فاعل فهم كأنهم يجعلون العبد لا قدرة له البتة ولا ينسب إليه فعل وإذا كان لا ينسب إليه فعل فهل تنسب الأفعال الشريرة إلى الله عز وجل هل تقول إن الله هو الذي سرق والعياذ بالله هل تقول إن الله هو الذي كذب ما يجوز أن تنسب هذه الأفعال وإنما تنسبها لأصحابها تقول فلان هو الذي سرق فلان هو الذي زنى فلان هو الذي خان فله فعل نسب إليه الشي وهم يرون أنه ليس له شيء البتة ولا ينسب إليه شيء ويستدلون بأدلة لا تنفعهم وهي باطلة قد نتعرض لها في درس العقيدة مثل قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لكن هي لا تنفعهم في الاستدلال وهي استدلالات باطلة وإنما هي هذه شبه ولهذا نشر الشبه بين الناس خطره كبير جدا شبه تعلقت عند أذهان أشخاص فتحولوا من هذه الشبه إلى أن تأسس عليها فرق تدافع عن هذه المذاهب المنحرفة إلى يومنا هذا قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كيف صاروا الأسفلين؟ لأنهم على كثرتهم عجزوا أن ينفذوا فيه ما أرادوا ونصره الله عز وجل عليهم بالحجة الظاهرة وهذا معنى الظهور أحيانا لما جاء في حديث الفرق في الطائفة المنصورة قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة ظاهرين بمعنى أن حجتهم ظاهرة كاسرة للباطل حجة ظاهرة ظاهرين إلى قيام الساعة فإن الحق عليه نور وحجته ظاهرة وحجة الباطل مدموغة فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ذاهب إلى ربي من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين وأنه مستوى على العرش فوق السماوات فهل هو ذاهب إلى الله عز وجل فوق العرش ليس هذا المراد المراد أني مهاجر إلى الله يعني هاجرت لأجل الله فهذا ذاهب إلى رب كالحاج مثلا لما يحج ويسمى ضيف الرحمن فإنه ذاهب لعبادة ربه في هذه الشعائر المعظمة والمشاعر فهو ضيف الرحمن لأنه جاء إلى بيت الرحمن بأمر الرحمن فهذا معنى قول إبراهيم وليس معنى ذلك أن الله حل في مكان وهو يذهب إليه وإنما يعني مهاجر إلى الله عز وجل ومثل هذا تقول من ذهب إلى المساجد ومن ذهب إلى الطاعة فهذا ذاهب إلى الله ومثل هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أتاني يمشي أتيته هرولة من أتاني يمشي أتيته هرولة فأتاني يمشي كيف يأتي يمشي يمشي إلى طاعته ومرضاته فهذا يمشي أتاني أتاني يمشي كيف يمشي إلى الله يمشي في الجهاد لسبيل الله عز وجل يمشي إلى المساجد يمشي إلى طاعة الله عز وجل من أتاني يمشي فالمراد أنه يمشي إلى طاعة الله عز وجل فهذا معنى هنا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وهداه الله عز وجل فخرج من هذه القرية الظالمة أهلها وخرجت معه زوجته ودع الله عز وجل قال ربي هب لي من الصالحين وهنا إيجا المناسبة يعني لماذا دعا بذرية عند الخروج من بني قومه لأنه هنا شعر بالوحدة يعني الإنسان الآن لما يفارق عشيرته ويفارق بلده ويفارق قومه فإن النفس فيها نوع من الوحشة فيها نوع من الوحشة يعني لما يفارق هؤلاء فأراد أن يعوضه الله عن هؤلاء ولم يكن له ذرية خرج معه ابن أخيه لوط وزوجته ولم يكن له ذرية فالله عز وجل بشره قال فبشرناه لما دع الله عز وجل ربي هب لي من الصالحين قال فبشرناه بغلام حليم غلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هذا الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام فإن إبراهيم لما هاجر ووصل إلى أرض مصر وكانت زوجته في غاية من الجمال وكان الحاكم الكافر في ذلك الزمن أبلغ أنه جاء في أرضك امرأة لا تصلح إلا لك يعني من جمالها وحسنها فطلب أن يؤت بها وبإبراهيم ولم يرد يعني أن إبراهيم دعاه أو أنه عرف لماذا جاء لم يرد شيء من ذلك مسكوت عنه ما ورد شيء من ذلك لكنه سأله يعني ما قرابتك لهذه المرأة فإن قال أنا زوجها فإنه سوف يقتله لأنه كيف يأخذ امرأة وهي ذات زوج فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى المعارض فقال هي أختي قال هي أختي وهو صادق من حيث أن أخته في الإسلام هي أخته في الإسلام فهو قال إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني وأنت أختي في الإسلام فأدخلت عليه فلما دخلت عليه دعت الله عز وجل أن يصرف عنها كيد هذا الكافر وإبراهيم جلس في المكان الذي وفيه يصلي ويدعو الله عز وجل أن لا يسلط على شرفه وعرضه هذا الكافر وهي محنة حقيقية يتعرض لها أهل الإيمان وكم من اختبار جاء لإبراهيم عليه السلام تو خالص من النار وأنقذه الله من الجحيم فتاتي الفتنة الفتنة الأخرى فلما مد يده يريد أن يلمسها جاءه نفضة شديدة أخذه الله عز وجل نفضة شديدة كاد وانعقدت يده فقال لها ادعو الله لي أن يزول هذا الباس لأنه عرف أن هذا بسبب هي وقول يدعو الله لي هذا لا يدل على أنه على التوحيد لأن الكفار يدعون الله عز وجل ويدعون غيره الكفار يدعون الله ويدعون غيره بدليل قولها بعد ذلك إن الله كبت الكافر أو الفاجر وأخدم هاجر فحاول مرة ثانية ما اقتنع أن يلمسها فأخذ أخذة شديدة أشد من الأولى فعرف أنها معصومة منه فقال ادعو الله أن يزول ما بيه فدعت فأعطاه خادمة هاجر قال خذي هذه هذه خادمة لك فلما جاءت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله عز وجل وسألها عن ذلك قالت قالت لقد كف الله أو رد الله شر الكافر وأخدم هاجر ثم هذه خادمة لها أهديت لها أهدتها إلى إبراهيم عليه السلام لما أراد الله عز وجل أن يرزقه بإسماعيل وتعلمون قصة هاجر وإسماعيل وكيف أن الله جاء به إلى مكة في هذه الديار لأجل بناء البيت العتيق كل هذه حكم عظيمة من الله سبحانه وتعالى ورزق منها بإسماعيل فصار هذا إسماعيل ولده الوحيد لأن إسماعيل جاء وإبراهيم عمره 84 سنة وإسحاق جاء وإبراهيم عمره 99 سنة فكان ولده الوحيد هو إسماعيل هذا وكان إبراهيم عليه السلام يتردد من الشام إلى مكة قيل إنه يتردد على البراق يعني إلى صار على البراق بسرعة يأتي إليهم ويرجع وهذا الذي يظهر والله أعلم لأنه في قصة بعد أن كبر إسماعيل وتزوج لما لما جاء إلى بيته وسأل الزوجة أين ذهب إسماعيل قالت ذهب يبحث عن طعام وشراب وسأل عن حالهم سأل عن حالهم فشكت الحال فقال إذا جاء قولي يغير عتبت بابه ثم ذهب فجاء فأخبرته الخبر فطلقها فقال أنت عتبت الباب فهذا يدل على أن الانتقال ليس بمكلف له وأنه ينتقل على البراق كرامة من الله عز وجل وهذا البراق هو الذي سخر للرسول صلى الله عليه وعلى وعلى في ليلة الإسراء والمعراج ويعني أسري به على البراق إلى بيت المقدس فلما بلغ معه السعي هذا الغلام الوحيد وجاءه على كبر السن وبعد دعوة فلما بلغ معه السعي ابتلاه الله عز وجل فرأى في المنام أن يذبح هذا الولد يعني يعني تخيلوا تصوروا كيف يصير الأمر رؤية الأنبياء حق هو يعلم أن هذه الرؤية ليست الغاث أحلام لأن الأنبياء رؤية هم حق فالشيطان لا يتلاعب وتعالى بذبح ابنه نواجل هذا الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وقته أغلب لأن ترجمة نانسي قنقر